السلام عليكم مشاهدي قناة بيسان والكرة الأعزاء في هذا العدد الجديد عدد سنتابع فيك العدد أخبار لعبنا المحترفين المنتشرين في كل أسقاع العالم ابقوا معنا كشف موقع فوت ميركاتو الفرنسي أن موهبة المنتخب الوطني لأقل من 20 سنة ناسيم بن عيسى يستعد لترك ناديه الفرنسي نيس الموقع السابق قال أن بن عيسى لم يعد يرغب بالبقاء مع الفريق الثاني أو فريق الشباب ويستعد لخوط تجربة احترافية هي الأولى مع فريق أول لكن وبما أنه لاعب شاب فإنه سيضطر للحوضة بعض الخطوات للوراء الموقع السابق قال أن بن عيسى اختار التوقيع لنادي الشاطورو من الدرجة الثالثة الفرنسية نادي الشاطورو يملك مشروعا طموحا ويمكن أن يساعد بن عيسى على تفجير مواهبه خاصة أنه سيلعب الفريق الأول في سنه الصغيرة هذا لم يظهر لاعب الخضر آدم الناس لا في حصة فريق التدريبية عشية أمس الأحد ولا في حصة اليوم الاثنين وهو ما دفع بالبعض للتأكيد على أنه مبعد لكن صحفة نابولي كشفت اليوم أنه الناس التحق بتدريبية فريق عشية اليوم فقط أي بتأخير لا يعلم إن كان مبررا أم لا بيوم واحد الصحفة الإيطالية واليوم آخر ما زالت تؤكد سعي إدارة نابولي لتميش آدم الناس وهو أمر سيتبين يوم الثلاثاء فقط صحفة النادي قالت أنه الناس يكون قد خضع للفحص الطبي الشامل عشية اليوم على أن يشارك غدا في أول حصة تدريبية إن سمح له بذلك طبعا قالت تقارير فرنسية أن إدارة نادي ليل كانت تحوط الخطى من أجل تعاقد مع لاعب وسط جديد في المركز وسط الميدان الدفاعي يكون خليفة للعب البرتغالي ريناتو سانتشيز والذي سيغادر الفريق رسميا الصحفة الفرنسية كشفت أن إدارة ليل رصدت لاعبين الأول هو لعب أولمبياكو أسمادي كامرا أما الثاني فهو الدولي الجزائري آدم زورغان إلى ذلك قالت ذات التقارير أن إدارة ليل تكون قد تخلت نهائيا عن صفقة زورغان رغم أنه كان مراقبا حقا ووجهت أنظارها للاعبين آخرين زورغان ومنذ الصيف الماضي دخل دائرة اهتمام الكثير من الأندية الفرنسية من بينها الليون واللونس وأيضا ليل لكن يبدو أنه خرج أفوا منها تباعا مع نهاية الموسم موقع لوب تيليلوى الفرنسي المقرب من ليل كما يظهر من اسمه قال أن زورغان وإلى وقت قريب جدا كان على رأس قائمة المطلوبين لكن التعاقد مع التقني البرتغالي باولو فونسيكا أفسد كل شيء فونسيكا طالب الإدارة بالتفاوض مع لعبين دون ساة هجومية وزورغان بحسبه لا يملك هذه الميزة فاجأ لعب الخضر محمد سليم فارس الجميع بحضوره صباح اليوم للفحوصات الطبية التي أقامتها إدارة لاتشو الإيطالي وهي الفحوصات التي تسبق أول حصة تدريبية الفحوصات أقيمت في عيادة بايدية في العاصمة روما وبحسب المفاجأة التي شكلها حضور الجزائري فإن حضوره لم يكن منتظر أساسا تواجد فارس في عيادة بايدية وخضوعه للفحص يؤكد ربما شفعه النهائي وربما أيضا تواجده في أول حصة تدريبية والتي ستقام يوم قادم الثلاثاء ولم تكشف صحفات لاتسيو عن نتائج الفحوصات الخاصة بفارس ولو أننا عشرنا في عدد سابق إلى أنه شفيا نهائيا من إصابته وهو في طريق العودة لسابق الفورما التي كان يكتسبها موقع تشتا السليستي وبعد أن أورد خبر عودة فارس وإمكانية تدربه مع المجموعة لم ينتظر كثيرا ليؤكد أن هذه العودة لا تعني بتات قدرته على البقاء مع الفريق الموقع ذاته كشف أن فارس يرحل والإدارة والمدرب الصاري لا يملكون أي خطط للإبقاء عليه رغم موسمه الكارثي جدا في نديه السد ورغم أرقامه السيئة جدا والمتراجعة كثيرا مقارنة مع الموسم السابقة ورغم مشاكله أيضا مع المدير الفن السابق جراسيا ورغم الحديث الطويل العريض عن رحيله إلا أن الدور الجزائري بعض البنجاح لن يرحل وسيبقى رسميا في السد الموسم المقبل صحيفة الراية القطرية في عددها اليوم الاثنين كشفت أن إدارة السد أغلقت ملفة المحترفين نهائيا واستقرت على إبقاء لعب الخضر بغضاد بنجاح في الفريق للموسم المقبل بقى بنجاح يعتبر كهدية له يجب عليه أن يستغل لها أحسن استغلال وإلا فإن موسمه المقبل سيكون الأخير لأن إدارة السد لن تصبر عليه أكثر أعلن نادي بو في سابورتو عودة آخر خمسة لاعبين من الإجازة السنوية من ضمن اللاعبين الخمسة لاعب الخضر يانس حماش حماش وكما هو معلوم حظي بأيام إضافية في إجازته الأخيرة عطفا على أنه تأخر في الخروج للعطلة بسبب دخوله ترابوس الخضر الأخير وتواجده لآخر يوم فيه صحيفة أوجوغو البرتغالية كشفت أن حماش وبعد خضوحه للفعصة الطبية الروتينية قام بأول حصة تدريبية مع المدرب بوتي والتي لم تكن حصة كاملة لعب الخضر سيخضع تيلة الأسبوع المقبل للعمل البدني المكثف وهذا للحاق بفورمات بقية زملائه عودة حماش للتدريبات لا تعني بقاءه بالمناسبة أعلن الموقع الرسمي للاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف عن قائمة من عشرة أسماء قال أنها ستتنافس للفوز بجائزة لعب العام الخاصة بإفريقيا القائمة ومن دون مفاجأة تذكر ضمت اسم الدور الجزائري والمتعلق للموسم المنقضي رياض محرس محرس سينافس تسعة أسماء قدمت كلها مستويات كبيرة في الموسم المنقضي سواء مع الأندياء أو مع المنتخبات على رأسها لعبي السينيغار إدوارد ميندي وصاديو ماني إضافة إلى دانسو أبو بكر توكو إي كامبي سيباسيان أليرز محمد صلاح نبيكايتا وأشرف حكيمي محرس سيطمح للفوز بدون شك بالجائزة متسلحا بالألقاب التي فاز بها خاصة بطولة الدور مع المان سيتي لكن أيضا بأرقامه الشخصية وهو الذي سجل 24 هدف هذا الموسم كأحسن هدفي فريقه لكن رغم ذلك سيكون من الصعب جدا عليه التفوق خاصة على ماني إلى ذلك وفي خبر حصري كشفت صحيفة الكيب الفرنسية عشية اليوم أن الدولي الجزائري رياض محرس توصل الاتفاق نهائي مع إدارة ناديه المان سيتي من أجل تجديد عقده المفاجأة التي كشفت عنها صحيفة الكيب هي المدة التي ستضاف للعقد الحالي محرس سيوقع عقدا جديدا لغاية 2025 أي بإضافة سنتين فقط عن العقد القديم وهي مدة قصيرة جدا وفي غير صالح رياض صحيفة الكيب قالت أن تجديد عقد محرس مع المان سيتي جرى تحت ضغط الراغبين في ضمه المصدر الفرنسي أشهر مرة أخرى لرغبة ناديه ريال مادريد والبي اس جي في ضم محرس لكن أيضا لنادي آخر وهو نادي جوفانتوس والذي يكون قد أنهى تمامه بضم محرس بضم ديماريا كشفت صحيفة لغاستا ديلو سبور الإيطالية الشهيرة في عددها اليوم الاثنين عن آخر المستجدات تجديد عقد لعب الخضر إسماعيل بن ناصر الصحيفة الإيطالية الشهيرة فاجأت الجميع حين نفت كل الأخبار الأخيرة التي تتحدث عن قرب توقيع بن ناصر على عقده الجديد وقالت أن وجوهات النظر متباعدة جدا جدا صحيفة لغاستا قالت أن بن ناصر وإدارة ميلان لا يملكون أي آراء مشتركة والحديث عن توقيع عقد جديد في الساعات أو الأيام المقبلة غير منطقي حتى أن المفاوضات التي جرت في الفترة الأخيرة لم تعرف أي تقدم وهي متوقفة حاليا لكن في مقابل ذلك قالت لغاستا أن الحديث عن راحل بن ناصر غير مطروح بالمرة الصحيفة الإيطالية الموثوقة قالت أنه ورغم تباعد وجهة النظر إلا أنها ستتقارب عاجلا أم آجلا وبن ناصر سيجدد عقده قبل بداية الموسم بنسبة كبيرة في ذات السياق انتشرت في الفترة الأخيرة بعض الأخبار عن رغبة نادي أرسنال في إعادة لعبه إسماعيل بن ناصر الصحفة الإنجليزية وصلت لدرجة الحديث عن الرقم الذي سيقدمه الجانارز 40 مليون تقارير إيطاليا كشفت في مقابل ذلك أن وكيل بن ناصر طمأن الإدارة الميلانية بشأن العروض وأكد لهم أن اللاعب يرود البقاء في ميلان وفقات كشفت تقارير برتغالية أن اللاعب الجزائري إسلام سليماني قد أصيب بفيروس كورونا سليماني كان قد تواجد في لشبونة يوم أمس الأحد وقبل استئناف العمل التحضيري لموسم الجديد خضع للفعوصات العامة والتي أثبتت إصابته بفيروس كورونا الجزائري سيخبع للعزل الصحي والذي سيمتد بين 5 إلى 7 أيام صحيفة أبولا كشفت في أثناء إعلان إصابة سليماني بكورونا أن تأخره لغاية يوم أمس عشر جويليا كان فقط للسماح له بإيجاد نادي إدارة سبورتينغ ومدرب الفريق روبان أموري مرفضوا انتظام اللاعبين الذين لا يريدونهم وسليماني بالطبع من ضمنهم ورغم ذلك سليماني عاد من دون فريق ولا حتى حرف إلى هنا يكون عددنا لنهر اليوم قد انتهى نلتقي غدا إن شاء الله السلام عليكم